السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتك يدلي اسم مطبخ رقية اقتراح ديال اليوم عبارة على البانكايك اللي كان لوليدات الصغار كي حماقوا عليهم غير هاد المرة هادي انا شبته بالجزر كيجي هائل ورائع احتى وليداتنا كياكلوا نوع من انواع الخضر كيفما عرفتو انا دائما كنقلب على شي وسيلة باش ولدي اياكل نوع من انواع الخضر فانا كنقتراح عليكم هاد البانكايك اللي سهل في التحضير بمقادير متوفرة في كل منزل ومنطوش عليكم يلا هم عيا نشوفو المقادير وطريقة التحضير فانبداوا باسم الله وعلى بركتي الله وباش ما نطوش عليكم واناقول لكم المقادير والطريقة في نفس الوقت في الميكسور كننزلو ثلاثة ديال خيزوية يكونوا صغر اللي احنا فورناهم او لا سلقناهم ممكن كدلك تستعملو زوج خيزوية يكونوا كبار كاس كبير ديال عصير دليمون قياس مئتين وخمسين ميليليتر ثلاثة دمعة الاقبار من السكر حبيبات او لا سكر سندة قبزة ملح لتحسيني الضوق وغدا نضيف كذلك زوج ديال البيضات يكونوا صغر او لوحدة كبيرة ثلاثة دمعة الاقبار من الزيت النباتية وغدا نزيد زيست او لا بشر ليمونة ممكن تعودوه ببشر حمضة وغدا نخلطو العناصر كاملة وغدا نزلوها في واحد الغيسيبيون وغدا نضيفو دقيق بشوية بشوية حتى كنحصلو على القوام اللي بغينا الدقيق دائما كيبقى على حساب الجودة ديالو وغدا نبدأ بربعة المعالق كبار غدا نضيف لهم معالقة صغيرة من خميرة الحلويات غدا نغرب لهم وخط دقيق مغربل ماشي مشكل نعودو نغربلوه ونخلطو العناصر كاملة انا هاد البانكايك هزليا ثماني هاد المعالق كبار من الدقيق وانتو معينكم ميزانكم الدقيق دائما كيف مسبق لي وذكرت بعضو كيبقى على حساب الجودة وحتاج لحساب الخاليط اللي عندنا ديال السوائل غدا نخلط مزيان العناصر غدا نعود نزيد زوج معالق كبار منها الدقيق من بعد مما غدا نغرب لهم وغدا نخلط مزيان غدا نشوفي لعود خصني الدقيق غدا نزيد غدا نزيد زوج معالق كبار وغدا نخلط الكل حتى كنحصل على الخاليط ديال البانكايك كلنا كنعرفو الخاليط ديال البانكايك كيكون شوية عاقد على الخاليط ديال الكريب وشوية جاري على الخاليط ديال الكايك ننفو كنسالي هاد العملية غدا ندوز لمرحلة الطيابة غادي ناخد المقلع وغدا ندرا فوق من البطن خليها حتى تسخن وغدا ندوز عليها بالقليل من زبدة وغدا ننشفها بورق النشاف وغدا ننزل اول تانكايك نقاد دو مزيان ونخليه يطيب ان فوق يطيب من واحد جيهة غدا نقلبها الى الجيهة التانية وتيكون عندنا على هاد الشكل صراحة كيجي هائل ورائع لا في المنظر ولا حتى في المداق وغدا نستمر بنفس العملية حتى نكمل الكمية اللي عندي انا اخذ المقلع وغدا ندوز عليها بالقليل من زبدة وغدا نسحها بورق النشاف وغدا ننزل البانكايك وغدا نقدم زيان في المقلع وغدا نخليه الطيب من الجيهة الاولى وغدا نقلبه الجيهة التانية وديكون عندنا على هاد الشكل هادا كيجي هائل ورائع كيكون على هاد الشكل هادا انا قدمته مع العسل وكذلك مع سوس كراميل كاسبق لي وحضرت معكم هاد الوصفات في القناة غدا نحط لكم روابط ديالهم اسفل الفيديو ودبا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا في ديوركم اردوا البال لريوسكم وكاتبنا هالفيديو يلقاكم في كامل الصحة والعافية يا رب ودمتم في رعاية الله وإلى اللقاء وكيا ديليس اشتركوا في القناة